قرر مجلس شورى بالإجماع رفع توصية للمقام السامي يطلب فيها تعليق العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بشأن قائمة السلع التي ينبغي مراقبتها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك ودع المجلس في جلسة الثالثة والعشرين من دولة العقاد السنوي الثالث مجلس الوزراء إلى تأجيل تنفيذ القرار إلى أن يتم إصدار القوانين ذات العلاقة والمتمثلة في قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الوكالات التجارية وإلى أن يتم تفعيل القوانين المذكورة بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة والإسراع في تنفيذ الأوامر السامية بتأسيس الجمعيات التعاونية وثمن مجلس الشورى قرار مجلس الوزراء غير أنه رأى أن صناعة الظروف الملائمة لاستقرار الأسعار لن يتأتى إلا بصدور القوانين المرتبطة بذلك بحيث تنتعش حدة المنافسة في السوق ويختفي الاحتكار واقتقدم مجلس الشورى بطالب استضافة معالي دكتور وزير التجارة والصناعة وأسعادة دكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لمناقشة الوضع القائم من جميع جوانبه ترجمة نانسي قنقر